أهلا وسهلا بكم النهاردة بنتكلم عن أهم سؤالين يعني كثير من المتابعين بيسألوا كتير جدا عن السؤالين دمت السؤال الأولاني أنا عندي الطيور يعني إلى الآن لم تضع البيض يعني الآن نحن الآن في موسم التزاوج يعني إحنا عندنا موسم التزاوج الشتاء وطبعا في بعض البابغوات زي الضرة الهندي بتضع البيض في الربيع يعني الوقت هو وقت وضع البيض بالنسبة لبابغاء الضرة يعني معظم البابغوات عمتا بتضع البيض في الربيع يعني الوقت حالا المفروض أن جميع البابغوات تكون بتضع البيض أو بتحضن البيض أو على استعداد أن هي تضع البيض لأن ما عادش حاجة خلاص إحنا الوقت في الموسم السؤال الآن لماذا بعض البابغوات لم تبض إلى الآن ولماذا بعض العصفير لم تبض إلى الآن يعني الكلام كلته عام عن جميع أنواع العصفير والبابغوات ده السؤال الأولاني السؤال الثاني ليه البابغاء اللي عندي أو العصفور اللي عندي الحمد لله هو وضع البيض لكن المشكلة أنه هو لا يرقد على البيض أو أنه هو بينام على البيض بالنهار وما بينامش على البيض بالليل أو العكس أول سؤال هنرد عليه وهو لماذا لم تضع العصفير ولم تضع البابغوات البيض حتى الآن والله المشكلة دي بترجع إلى عوامل كثيرة جدا ممكن يكون المسؤول عنها هو المربي يعني أول حاجة الطيور عشان تضع البيض يجب أن توفل لهم مصدر الأمان يعني ممكن بعض الناس بتضع الطيور في مكان غير مناسب يعني وضع أفص العصفير أو البابغوات في داخل البيض في داخل الغرفة اللي رايح واللي جاي واللي عمال يفتح الباب واللي عمال يخبط الباب واللي عمال يتكلم واللي عمال مش عارف يرفع صوته وأصوات التلفزيون طبعا ده كده بيمثل مصدر رعب للطائر فالطائر عشان يضع البيض لازم يشعر أن المكان آمن جدا 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 أيضا اللي بيضع الطيور في البلكونة البلكونة وأصوات العربيات وأصوات الناس إذا كان هذا المكان يعني البلكونة إذا كانت في مكان مزعج يعني في مكان مزعج لا يتوفر فيه الأمن والأمال للطائر فبالتالي الطائر ممكن لا يضع البيض مطلقا وممكن يأخذ وقتا طويلا جدا حتى يشعر بالأمان ممكن يأخذ يعني يفوت سنة سنتين حتى يشعر أن هذا المكان هو مكان آمن بالنسبة له وحتى يعتاد ويتعود على سماع هذه الأصوات ولا تمثل هذه الأصوات بالنسبة له إزعاج أو خوف أو قلق الحاجة التانية اللي تخلي الطائر مش عايز يضع البيض إن في بعض العصفير وبعض البابغوات ممكن بعض المربين يعني لا يستطيع أن يعرف الفرق بين الذكر والأنثى فيكون هو راح يشترى من البائع يعني هو البائع قال له دمت ذكر وأنثى وفي الحقيقة طبعا البائع خدعه أو البائع نفسه ما يعرفش أو ما عندهش خلفية فالإنسان المشتري ده هو خد الجزم أو الأص من العصفير أو البابغوات وهو في دماغه إنه دمت ذكر وأنثى وفي الحقيقة إنه هم ذكرين أو بنتين فيفضل بقى مثلا سنة سنتين ثلاث أقل العصفير دي مش عايزة تضع البضلي لأنه هم طبعا يعني ذكرين أو بنتين فطبعا لازم تحدد وتعرف وتتأكد كويس جدا إن اللي عندك هو ذكر وأنثى لأن في بعض العصفير وبعض البابغوات بيصعب جدا معرفة الفرق بين الذكر والأنثى الحاجة التالتة ليه الطيور عندي مش عايزة تضع البيض ليه مش عايزة تخش البياضة ده ممكن يرجع إلى عدم التوالف عدم التوالف يعني الذكر ليس متوالف مع الأنثى أو الأنثى لا تقبل الذكر كل شوية يضربوا بعض ما فيش بينهم توالف ولا في بينهم حب طبعا إحنا اتكلمنا عن مسألة التوالف دي في فيديو مستقل يعني هسيب لكم الفيديو ده في آخر الفيديو أو في شاشة النهاية أو في وصف الفيديو عشان ما نطول شيء إحنا الوقت بنتكلم عن الأسباب اللي بتخلي الطيور لا تضع البيض أيضا لو أنت حاطت الطيور ده هي في مكان وكل شوية تغير الأفص شوية تحط الأفص في مكان وبعدين تغير الأفص في مكان تاني أو أيضا ممكن أن في بعض الناس في موسم التزاوج زي مثلا الفران أو أي نوع من الحيوانات اللي هي بتمثل بالنسبة للبابغاء مصدر من مصادر الرعب تعبان أو أوفار أو القوارض عمتا دي بتمثل بالنسبة للبابغاء مصدر الرعب فبالتالي هو مش هيشعر أن المكان مكان آمن لوضع البيض أيضا من الأسباب اللي بتأدي إلى أن العصافير والبابغوات لا تضع البيض السمنة المفرطة السمنة يعني أن الطائر نفسه أصبح مليء بالشحوم ومليء بالدهون نتيجة يعني التغذية غير الجيدة دي بعض من الأسباب اللي بتخلي الطيور لا تبيض ولا تضع البيض يبقى خلي بالنا لازم نوفر عنصر الأمن والأمان لازم نثبت القفص كويس جدا أيضا من الأسباب اللي تخلي الطيور لا تضع البيض أن أنت لسه شاري الطيور يعني شاري الطيور لسه أريب فطبعا في بعض أنواع الطيور لما بتغير المكان بتتوقف عن الإنتاج وبتاخد فترة ممكن يعني تتراوح من ست شهور يعني أنت لو أنت شاري الطيور في موسم التزاوج لا طبعا الطيور مش هتبيض وهتاخد فترة حتى تتعود على المكان فدي بعض من الأسباب اللي بتأدي إلى المشكلة دي المشكلة الثانية بقى أو السؤال الثاني واحد بيسأل بيقول الطيور عندي يعني لا تنام على البيض لا ترقد ولا تحضن البيض والله إذا كانت الطيور لا تنام على البيض بالليل يبقى الطيور دي تخيفة بالليل في حاجة بتفزعها بالليل لازم أن نوفر عنصر الأمان ممكن نشغل إضاءة خافتة أو إضاءة قوية نشغل إضاءة بالليل للعصفير هنعرف منين أن الطائر بيخاف بالليل لما نلاحظ أن جناح الطائر مجروح فده معناه أن الطائر ممكن يسمع أصوات بالليل الأصوات دي بتفزعه فبيقوم من على البيض البيض طبعا بيفسد البيض لو برد بيفسد يعني البيض ممكن مثلا الطائر لو سابه بالنهار في شدة الحر مثلا عشر دقايق ربع ساعة مش مشكلة يعني لو الجو حر إنما طبعا لو بالليل طبعا لو ساب الطائر البيض مدة مثلا 15 دقيقة فطبعا بالليل طبعا الجو بيكون بارد فالبيض نفسه بيفسد البيض بيفسد والجنين بيموت في داخل البيضة أيضا من الأسباب اللي بتخلي الطائر يهجر العش الإزعاج ما احنا قلنا الإزعاج إن كل شوية واحد داخل رايح عمال يخبط على البيضة عمال يفزع الطيور فالطائر بيترك العش أو أنت كل شوية تفتح البيضة تقفل البيضة كل شوية تمسك البيض تحط البيض فده طبعا أنت كده بتخلي الطائر يشعر بالرعب ويشعر بعدم الأمان في هذا المكان فبالتالي الطائر بيهجر العش السبب اللي بعد كده أيضا إن الطائر نفسه يعرف إن البيض نفسه مش مخصب فبالتالي بيهجر البيض لأنه عارف إن ما فيش فيه إيه ما فيش فيه جنين فبدل ما بينام على الفاضي ودي طبعا بعض أنواع الطيور اللي هي بيكون عندها خبرة كبيرة جدا دي بعض الأسباب فيه أسباب كتيرة طبعا أنا أسيب لكم فيديوهات كلمت عن الموضوع دو بشكل تفصيلي والسلام عليكم ورحمة الله